اشتركوا في القناة وفي كلمة ألقاها سعادة وزير الصناعة والتجارة أكد أن مملكة البحرين تولا اهتماما شديدا لصناعة الحلال في شتى مجالاتها المختلفة في الوقت الذي يشهد فيه سوق الحلال العالمي نموا متسارعا مما يعكس الطلبة المتزايد في ضوء ما يشهده السوق العالمي من منتجات متنوعة ومنافسة شديدة إلا أن منتجات الحلال بأنواعها تفرض نفسها لتحقق نموا متسارعا وطلبا متزايدا نحوها ونظرا لتلك الأهمية تم افتتاح ملتقى ومعرض صناعة الحلال وخدماته حيث يعد هذا الحدث الأول من نوعه في المملكة والذي يسد الفجوة بين صناعة الحلال وقطاع التمويل الإسلامي عبر مختلف الأدوات إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع الحلال بمختلف مجالاته وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل منظومة من هذه المنظومات الصغيرة هناك معايير معينة للحلال نحن نريد أن ننتقل بهذه المنظومات تكون على مستوى عالمي تنطلق من خلال أجموعة من علماء الشريعة من كل أنحاء العالم يتفقون على هذه فهذا هو ما نصب إليه أن نرفع إن شاء الله البحرين إلى مستوى عالمي في التشريع وكذلك بالنسبة للتمويل صناعة الحلال خلنا نتكلم على صناعة واعدة صناعة تدخل في جميع المجالات فلذلك أن الفرص المتاحة لأصحاب الأعمال بشكل عام سواء كانوا من المؤسسات الكبيرة أو المؤسسات الصغيرة المتوسطة تكون فرص جدا كبيرة خاصة أن هذا المنطقة يفتح آفاق للتعاون مع شركاء خارجيين طبعا مع منظومات أو مثلا مع منظومات وأسواق تجارية ناضجة في صناعة الحلال لمملكة البحرين جهود رامية إلى تأسيس منظومة وطنية للحلال تهدف إلى توحيد وتسهيل إجراءات الحلال مع ضمان التثبت من كون المنتجات المتداولة ضمن معايير الحلال وتطبق على جميع منتجات وختمات قطاع الحلال حيث تقوم وزارة الصناعة والتجارة من خلال جهاز التقييس الوطني بالعمل مع الشركاء في القطاع العام والخاص والمنظمات الإقليمية والإسلامية على اعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتعلقة بالحلال وذلك لوضع البنية التحتية لعمل المنظومة بحرين خلال شهر قليلة تشوفين مركز لشهادات الحلال في البحرين البحرين لها باع طويل والبحرين حاولت من قبل وبجهود كبيرة وإن شاء الله ستلقى النجاح أن الحلال الروسي يكون مركز البحرين وأن البحرين تكون مركز لعادة تصدير الأغذية الحلال في مركز الاعتماد الخليجي اعتمدنا أكثر من 90 جهة حول العالم جهة مصدر لشهادات الحلال وبإذن الله تستفيد مملكة البحرين أسوة ببقية دول المجلس التعاون الخليجي من اعتمادات مركز الاعتماد الخليجي والتثبت والتحقق من أن تلك الجهات تعمل بالشكل الصحيح وفق المواصفات الدولية وخاصة المواصفات الخليجية التي تطبقها مملكة البحرين احتوى الملتقى في يومه الأول على عدد من الفعاليات والتي بدأت بالجلسة الأولى التي ناقش فيها المتحدثون طرق تمويل تجارة وصناعة الحلال فيما ناقشت الجلسة الثانية فرص الاستثمار في صناعة التجارة الحلال وخدماتها واقتصاد التكنولوجيا المالية الحلال والتي تناولت أبرز أدوات التمويل الإسلامي التقليدية مثل المضاربة والمشاركة إلى جانب تقييم مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ملتقى ومعرض البحرين لصناعة الحلال وخدماته يقدم فرصة فريدة لأصحاب المصلحة في صناعة الحلال والتمويل الإسلامي للتواصل والتعاون وصياغة منظومة الحلال في مملكة البحرين والتعرف على أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين